يهدد خطر الإقفال متحفا خاصا في لاتفيا يملكه مهندس طيران سابق يعرض فيه عشرات الطائرات العائدة إلى الأسطولين العسكري والمدني في حقبة الاتحاد السوفيتي جمعها على مدى نصف قرن فهذا المتحف الذي كان يجتذب آلاف الزوار شهريا قبل الجائحة سيضطر إلى الانتقال من موقعه الحالي في نهاية الشهر الجاري لإفساح المجال لتوسيع مطار ريغا أجمع هذه الأمور منذ أكثر من خمسين عاما وكنت أعمل على جمعها بمختلف الطرق باستثناء الوسائل غير المشروعة وعرضت إدارة المطار نقل المجموعة إلى قسم آخر من حرمه لكن تالباس لا يزال يرفض لأن الوصول إلى الموقع المقترح لن يكون متاحا إلا عبر مدرج المطار وليس من الطريق العام ما يحول دون تمكن السياح من زيارة متحفه كذلك تلقى مهندس الطيران عروضا لاستضافة المتحف لكن كلفة نقل المعروضات كبيرة كما ترى الأليات هنا كبيرة لنقل إن الأوزانة تتراوح بين بضع مئات الكيلوغرامات وسبعين طن مع أجنحة تمتده على أكثر من عشرين مترا لذا إن قمنا بتفكيكها ونقلها ستكلف مبالغ مالية هائلة أموالا كثيرة وكان مهندس الطيران الذي عمل أيضا لسنوات في شركة الطيران السوفيتية أيروفلوت جهد لتوسيع مجموعته بعد تقاعده من خلال تبرعات ومشتريات وتبادلات أرغب في إنقاذ المتحف إذ سيكون من غير المنطقي قطع كل ذلك وتحويله إلى خردة من الحديد وتعود معظم الطائرات إلى حقبة الحرب الباردة ويضم المتحف كذلك طائرات مدنية وبقايا طائرات من الحرب العالمية الثانية إضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات معطلة ترجمة نانسي قنقر